هل يعني الشخص يلزمه أن يدفع ثمن الكفن قبل وفاته أخوي الفاضل بارك الله فيك الجواب لا وإنما يصرف من تركته فإذا مات شخص ولم يوصي بكفن يعني ما اشترى كفنا وما أوصى بأنه يكفن في ثيابه مثلا فإن شراء الكفن يكون من ماله قبل توزيع الوصية وقبل توزيع التركة وقبل الديون قبل حتى الديون يشترى كفن من ماله وشعر الكفن رخيص جدا ولله الحمد فيشترى كفن من ماله ويكفن به ولكن هل يلزمه أن يشتري كفن قبل وفاته الجواب لا لكن بعض الناس يعدوا كفن قبل وفاته ما في بأس بعض الناس يوصي يقول إذا مت أنا عندي ثوبين أو عندي ثلاث ثياب كفنوني فيها ما في بأس النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يكفن في ثوبه قال كفنوني في ثوبية فلذلك يجوز أما يلزم الجواب لا بارك الله فيك موسيقى